موسيقى السلام عليكم العدالة الانتقالية تعرف بأنها مجموعة الأسليب والآليات التي يستخدمها مجتمع المال لتحقيق العدالة في فترة انتقالية في تاريخه تنشأ هذه الفترة غالبا بعد اندلاع ثورة أو انتهاء حرب يترتب عنها انتهاء حقبة من الحكم السلطوي القمعي داخل البلاد والمرور بمرحلة انتقالية نحو تحول ديمقراطي هنا وأثناء هذه الفترة الانتقالية تواجه المجتمع إشكالية مهمة جدا وهي التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان سواء كانت حقوقا جسدية أو اقتصادية أو حتى سياسية للاطلاع على هذا المفهوم نستضيفه عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الخبير القانوني الصديق الشيبان ريقويري أهلا وسهلا بك سيد صديق أهلا وسهلا سيد محمد وأيضا تحية لك وللإخوة المشاهدين الكرام سيد لكويري مفهوم العدالة الانتقالية من المفاهيم التي ما تزال غامضة بالنسبة إلى الكاثرين يعني لا سيما فيما يتعلق بالمقطع الثاني من المصطلح أي الانتقالية إذ يثار التساؤل هل توجد عدالة انتقالية وإذا ما كانت متواجدة ما الفرق بينها وبين العدالة التقليدية بسم الله الرحمن الرحيم أولا وقبل كل شيء العدالة الانتقالية هي مصطلح مناظر للعدالة الدائمة إن صح التعبير بمعنى أن العدالة الانتقالية تصاحب المرحلة الانتقالية التي يمر بها مجتمع ما وكما قلت في التقدمة كما قلت حضرتك في التقدمة يعني هي المرحلة التي يمر فيها المجتمع بتحول سياسي من نظام حكم شمولي أو في عقاب ثورة عقاب حرب أو نزاع مسلح يعني في كل هذه الأحوال تمر المجتمع عالة التي تمر بهذه المرحلة يعني بفترة انتقالية هذه الفترة تستلزم في الواقع ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية وذلك إحقاقا للحق وإنصافا للضحايا الذين طبعا تعرضوا الضحايا أو حتى عائلاتهم يعني الذين تعرضوا للظلم وتعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم وحبياتهم وعيا كانت هذه الحقوق سواء كانت حقوق يعني جسدية أو اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية فكلها طبعا تدخل في مفهوم الحقوق التي تكون موضوعا لانتهاكات جسيمة من قبل أعوان النظام السابق هذا فيما يتعلق بسؤالك إذا أردنا أن ناخد فكرة أوسع على نعم أنا قلت ما الفرق بين الانتقالية والعدالة التقليدية أما العدالة نعم أما هذا فيما يتعلق العدالة الانتقالية هي العدالة التي عالة يعمل هي مجموعة من التنبير والسياسات والإجراءات التي تتبع من قبل مجتمع ما يمر بمرحلة انتقالية والعدالة من هذا المنظور تختلف عن العدالة الدائمة إن صح التعبير أو العدالة التقليدية وهي العدالة التي تطبق طبعا في المجتمعات المستقرة سياسيا واجتماعيا هذا هو الفرق الأساسي وبلغة بسيطة جدا نعم طيب بشكل مفصل سيد لقويري هل يمكن أن نقول أنها عبارة عن فترة أو مرحلة ما بعد الأزمات أي الثورات هل فعلا تنتقل بالمجتمعات من حالات الصراع إلى حالة التوافق والسلام؟ نعم هذا هو هدف العدالة الانتقالية في الحقيقة يعني أي مجتمع يمر كما قلت بحرب أو بنزاع مسلح أو بحكم شمولي أو ديكتاتورية أو استبداد في جميع هذه الإحوال بعد انتهاء يعني بعد انتهاء هذه المرحلة مباشرة لابد أن يمر المجتمع أيضا بمرحلة انتقالية هذه المرحلة الانتقالية لابد أن تصاحبها تطبيق معايير وتطبيق آليات العدالة الانتقالية التي سوف نتطرق لها بعد قليل بمعنى آخر أنه لا مناصة من مرور أي مجتمع بهذه المرحلة وذلك حتى تصف الأجواء وحتى يتم إحقاق الحق وحتى يتم إنصاف المظلومين والضحايا وحتى يتم جبر الأضرار وحتى يتم إصلاح المؤسسات مؤسسات الدولة التي تواطعت في انتهاك في انتهاك يعني الجرائم وجرائم ضد حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأيضا لابد من إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفحص موظفي الدولة المتواطئين في هذا الشأن من أعوال النظام السابق في كل هذه الافتراضات أو في هذه الفروض لا بد من المرور بمرحلة العدالة الانتقالية لا مناصة منها وأي مجتمع لا يمر بها فإنه ستبقى حتما الكثير من المرارة لدى الضحايا ولدى دويهم وعائلاتهم وأسرهم إذا لم يتم بالفعل التحقيق في جرائم والانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في العهد السابق والتي لم يتم التحقيق فيها لا بد من التحقيق في مثل هذه الانتهاكات ولا بد من إحقاق الحق ولا بد من ملاحقة الجنات الملاحقة القضائية للجنات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي كما أنه لا بد من جبر الأضرار سواء كانت أضرار مادية أو كانت أضرار معنوية والجبر هنا يختلف بحسب كل حالة على حدة يعني في جميع هذه الأحوال نستطيع أن نقول أن العدالة الانتقالية هي فرض هي فرض على كل مجتمع يمر بمثل هذه الظروف الظروف الانتقال من مجتمع شمولي أو مجتمع أو من حالة حرب أو نزاع مسلح إلى مرحلة يسودها الاستقرار والسلام ويسودها حكم القانون أو سيادة القانون ويسودها احترام حقوق الإنسان طيب سيد جوينيا وأيضا دولة المؤسسات نعم يعني كيف يكون الإصلاح المؤسسي في العدالة الانتقالية أقصد هنا الإصلاحات القانونية والمؤسسية وأيضا إزاحة مرتكبي الأفعال من المناصب العامة يعني بالدرجة الأولى الإصلاح المؤسسات هو مرحلة أو آلية من آليات العدالة الانتقالية لا تتوافر العدالة الانتقالية إلا إذا تم بالفعل الإصلاح المؤسسي وما يسمى بفحص الموظفين والإصلاح المؤسسي ماذا يعني؟ يعني أن مؤسسات الدولة التي انخرطت أو تواطعت في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لابد من أن يعاد فحصها ولابد من مراجعتها ولابد من يعاد بناء هيكلها ولابد أيضا من فحص الموظفين المتواطئين في الانتهاكات التي أشرنا إليها وهذا الأمر طبعا يحتاج إلى إعادة بناء شاملة أو إعادة هيكلة شاملة لجميع مؤسسات الدولة التي تواطعت في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسواء كانت هذه المؤسسات مدنية أو مؤسسات عسكرية بمعه وخاصة تلك المؤسسات المسؤولة تماما المسؤولة عن إنفاذ القانون سواء كانت يعني مؤسسات قضائية أو جهاز القضاء أو مؤسسات أمنية أو عسكرية هذه المؤسسات لابد أن تكون محلا لعادة النظر لعادة النظر فيها وإبعاد العناصر المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وأيضا لابد من عادة النظر في جميع التشريعات بدءا من الدستور إلى التشريعات الداخلية الأخرى ولابد من إعادة النظر في السياسات القضائية ولابد من إعادة النظر أيضا في جهاز القضاء وذلك بغية تنقية كل هذه المؤسسات وإعادة هيكلتها حتى تكون بالفعل قادرة على أن تنهض بعبء ومسؤولية الدولة الجديدة خاصة ما يتعلق ببناء المؤسسات المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات دولة القانون ومؤسسات تحترم كما قلت حقوق الإنسان والحقوق الفردية والجمعية والجمعية بمعنى أنه لابد من التخلص من بقايا الدولة العميقة في مثل هذه المجتمعات على أثر قيام التورة والانتقال إلى بناء المجتمع الديمقراطي السليم والدولة الديمقراطية القائمة على كل المثل التي تكلمنا عليها وهذا أمر طبعا هذا الأمر هو أساسي وذلك نظرا لأن التورات أعادة لا تقوم إلا لغرض القضاء على الفساد ولغرض القضاء على الظلم ولغرض القضاء على انتهاكات حقوق الإنسان وهدف الأساسي هو إعادة كرامة الإنسان أو هدف الأساسي هو يعني تحقيق كرامة الإنسان واحترام آدميته وذلك من خلال منظور جديد يقوم أساسا على المبدأ الديمقراطي ويقوم أساسا على مبدأ سيادة القانون ومبدأ احترام حقوق الإنسان طيب سيد لغويري يعني ما دور المجتمع المدني ودور المنظمات يعني في توعية المجتمع لتطبيق فكرة العدالة الانتقالية يعني العدالة الانتقالية هي كم من هائل من كم من هائل من الآليات تصل إلى ستة آليات على قل آليات عامة وهذه الآليات يشترك في تنفيذها ليس فقط يعني مؤسسات الدولة الحكومية ولا حتى المجتمع الدولي الذي يعاون في مثل هذه الظروف يعاون الدولة التي تمر بمثل هذه المرحلة بالنصيحة وبالخبرة وأيضا موفاتها بتجارب الدول الأخرى في هذا المجال ولكن هناك هناك فضلا عن ذلك مؤسسات المجتمع المدني والمتمثلة مثلا في وسائل الإعلام يقع عليها دور كبير في تعريف المواطنين بمفهوم العدالة الانتقالية وكذلك يعني مؤسسات أو منظمات المجتمع المدني الأهلية المعنية بحقوق الإنسان أيضا يقع عليها عبء كبير في تحقيق أو في تعريف المواطنين بمفهوم العدالة الانتقالية وأيضا بالتعريف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في الماضي وأيضا بتصحيح السجلات التاريخية في هذا الشان وتنقيت ويقع أيضا على منظمات المجتمع المدني متعاضدة بالطبع مع مؤسسات الدولة ومؤسسات الدولية المعنية بكل في مجهود واحد من أجل إنصاف الضحايا ومن أجل التعريف بما عاناه هؤلاء الضحايا من ويلات ومن مآسي أثناء الحكم السابق ولابد من تصحيح الخلل الذي قد تقع فيه مؤسسات الدولة عندما تتجاهل أو تماطل في تحقيق العدالة وفي تحقيق الإنصاف وفي استجلاء الحقيقة حقيقة ما جرى في الانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العاد السابق كل هذه الأمور بكل تأكيد تساهم فيها جميع المؤسسات في الدولة ليس فقط مؤسسات الدولة الحكومية فهي لا تكفي وإنما لابد من تكاتف الجهود من جميع الأطراف وأعني هنا الناشطين في حقوق الإنسان أو المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يجب أن تكون لهم دورا بارزا في هذا المجال مثل ما كان الوضع في جنوب أفريقيا وما قام به الزعيم نينسو المنديلا في هذا الشهر نعم هنا دكتور ما قام به نعم نعم دكتور صديق يعني هنا إدريس بن ذكري وما قام به إدريس بن ذكري في المغرب نعم وما قامت طيب وما يعني وهافل في تشيكوزنفاكا السابقة هنا 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 حقيقة من الشخصيات نعم نعم دكتور دكتور صديق هنا يعني العالم شهد أكثر من ثلاثين تجربة للعدالة الانتقالية من أهمها تجربة تشيلي الأرجنتين جنوب أفريقيا وأيضا سربيا وغيرها ما أبرز ما أنتجته هذه التجارب بالفعل يعني هناك العديد من التجارب الإنسانية في هذا المجال يعني في كما قلت في الأرجنتين وفي تشيلي في جنوب أفريقيا في سيرليون في رواندا في أفريقيا في القرى الأفريقية هناك أيضا تجارب في أوروبا الشرقية دول أوروبا الشرقية التي انفصلت عن الاتحار السوفيتي سابقا هناك تجارب أيضا في بورما وكمبوديا وغيرها يعني كثير من التجارب الحقيقة بالإضافة إلى التجارب التي مرت بها الدول العربية يعني مثلا المغرب والعراق واليمن والسودان وهناك أيضا التجربة التونسية الحديثة يعني الكثير من هذه التجارب بكل تأكيد أفادت أفادت في وضع وضع مفهوم أصبح هو في الحقيقة مفهوم حديث نسبيا ولكنه الآن أصبح من المفاهيم الراسقة في مجال يعني في مجال تحقيق العدالة بشكل عام والعدالة الانتقالية بشكل خاص وهذه التجارب أفادت في الحقيقة في إعطائنا الكثير من الدروس الإنسانية في هذا المجال وأهمها أنه لابد لكي يستقيم الأمر في أي مجتمع من المجتمعات لابد من استجلاء الحقيقة ولابد من معاقبة الجنات الذين ساهموا بشكل أو ضلعوا بشكل أو بآخر في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ولابد أيضا من التحقيق معهم ولابد من محاسبتهم ولابد من توقيع الإقاب المناسب عليهم ولابد أيضا من عدم إعفاء أي أحد من الإقاب بمعنى أنه لابد من الالتزام الصارم بتطبيق عدم الإفلات من الإقاب وهو من المبادئ الأساسية لابد أيضا من إصلاح مؤسسات الدولة التي تريد فعلا تطبيق العدالة الانتقالية بشكل سليم يؤدي إلى تحقيق النتائج المطلوبة وحتى يتسنى عدم تكرار ما حرت من انتهاكات في الماضي على المستقبل بمعنى أنه لابد أن نحفظ الأجيال القادمة في أي دولة من الدول أقصد لابد أن نحفظ الأجيال القادمة من عدوى الانتهاكات حقوق الإنسان الكثير حقيقة من التجارب التي أعطتنا دروس كثيرة ومستفادة لابد من تعويض ضحايا الانتهاكات هذا التعويض لابد أن يكون تعويضا عادرا بقدر معنوه من مآس وويلات سواء كان تعويضا ماديا أو معنويا ويختلف التعويض يعني يحتاج هذا الأمر إلى شيء من التفصيل يعني كل هالأمور هذه لابد أيضا من إحياء الدكرى لابد من تذكير الضحايا بأنهم بالفعل كانوا ضحايا ولابد من اعتراف الدولة لابد من اعتراف الدولة بأن هناك جرائم ارتكبت في حق الضحايا في حق المواطنين الضحايا لهذه الانتهاكات وذلك حتى يتم إرضاء هؤلاء وحتى يتم بناء جسر من التقى مجددا ما بين الدولة والمواطن الذي تعرض لهذه الانتهاكات يعني في الحقيقة هناك الكثير من الدروس والفوائد المستفادة نعم من تجارب الدول الأخرى ويطول المقام هنا إذا أردنا أن نسترسل في هذا الموضوع يعني أنت ذكرت الكثير من الإلجابيات لهذا المفهوم مفهوم العدالة الانتقالية هناك من يسأل يقول لك طريق العدالة الانتقالية في أي بلد يكون مزروعا بكثير من الألغام التي تجعل يعني السير فيه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد عادة بعد الثورات نوعا من المغامرة المحفوفة بالمخاطر ما مدى صحة هذا الكلام دكتور صديق إلى حد إلى حد إلى حد ما كلام سليم كما قلت المدى العام أنه لابد لأي مجتمع يريد أن يبني دولة أي مجتمع قصدي مرة بمرحلة انتقالية أو يمر بمرحلة انتقالية لابد له أن يمر بمرحلة أو بمرحلة العدالة الانتقالية ولابد أن يأخذ بكل أو بعض آلياتها المتعارف عليها دوليا وأيضا هناك بالفعل العدالة الانتقالية في مجتمع يمر بمرحلة انتقالية لابد أن تكون هناك الكثير من العترات أو العديد من العترات والعديد من العواق هذا كلام يعني مسلم به ولكن طبعا إذا توافرت الإرادة السياسية والإرادة المجتمعية لغرض الوصول إلى تحقيق نوع من التعايش المجتمعي وتحقيق نوع من السلم الاجتماعي داخل المجتمع وإذا ما كان هناك بالفعل إصرار وعزيمة على تجاوز الماضي أو لتجاوز الماضي والوصول بالمجتمع إلى أفاق أرحب من الرخاء ومن التنمية ومن دولة القانون ومن دولة المؤسسات ودولة حقوق الإنسان يعني بكل تأكيد لا بد أن يمر المجتمع ببعض العقبات وتختلف طبعا الوضع يختلف من حالة إلى أخرى لا نستطيع مثلا أن نقول أن هناك قواسم مشتركة تجمع بين كل التجارب الماضية التي مرت بها العديد من المجتمعات فيما يخص تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية أو آليات العدالة الانتقالية ولكن على كل حال نستطيع أن نقول أن أهم العقبات هي عدم الاستقرار السياسي أو المجتمعي يعني أي مجتمع فور الانتهاء كما قلت يعني فور الانتهاء من إزالة النظام الشمولي أو بعد انتهاء النزاع المسلح أو الحرب تبدأ المرحلة الانتقالية عادة وفي هذه الحالة العدالة الانتقالية لابد كما قلت وأن تقترم بالكثير من الإرادة والتصميم والنوايا الحسنة لدى جميع الفرقاء المتنازئين أو الذين كانوا أعداء في الفترة التي سبقت المرحلة الانتقالية يعني لا بد وأن يتوافر لدى الجميع الإرادة والوطنية لغرض الوصول بالوطن إلى بر الأمان وغرض الوصول بالوطن إلى تحقيق الدولة المبتغات بشكل مباشر من التورة خاصة في المجتمعات التي قامت فيها التورة بشكل مباشر يا صلمة عمد أنا لم أقمل بعد لو سمحت لعطيني بس دقيقة إضافية للإجابة عن هذا السؤال أنا سأعطيك ولكن سأسارك بسيغة أخرى في لغويري نعم كيف نهيئ كيف نهيئ البيئة لنشر بذور العدالة الانتقالية في أي مجتمع كيف نقنع هذا المجتمع أنك بحاجة ماسة للعدالة الانتقالية في اعتقالي أن إشاعة إشاعة الديمقراطية و إعادة بناء هيكل ومؤسسة الدولة على أسس سليمة على أسس ديمقراطية سليمة أساسها أساسها حكم القانون وأساسها حكم القانون بمعنى أن الجميع متساوين أمام القانون وأساسها بناء مؤسسات ديمقراطية تستجيب لتطلعات المواطنين وتستجيب لأمالهم وتكون قريبة منهم وفي خدمتهم أيضا من أهم الأسس أيضا إعادة بناء جسور الثقة ما بين المواطن وما بين الدولة هذا أمر من الأمور المهمة وأيضا نستطيع أن نضيف كما قلت كفالة أو ضمان الاستقرار السياسي والمجتمعي ولا اقتصادي أيضا لابد أن تعمل الدولة على تحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي لأن هذا مرتبط أساسا بتحقيق الاستقرار السياسي وشعور المواطنين بين الدولة في خدمة المواطن وأنها تسعى إلى جبر الأضرار التي عاناها قسم من هؤلاء المواطنين في الفترة السابقة فترة الحكم الشمولي أو فترة ما قبل الحرب في كل هذه الحالات لابد من توافر وتضافر الجهود المخلصة الوطنية لتحقيق الدولة المنشودة كما قلت لتحقيق الدولة المنشودة دولة الديمقراطية ودولة حكم القانون ولابد أيضا الاستعانة بالتجارب الدولية والاستعانة أيضا بتجارب الآخرين لما فيها دروس مستفادة الأجسام المخولة دكتور الصديق بالمتابعة والمراقبة الفعالة والموضوعية أيضا لخط سير العدالة الانتقالية ما هي في فترة العدالة الانتقالية تكون هناك بالفعل مؤسسات للدولة وهي أيضا كذلك مؤسسات انتقالية هي مؤسسات انتقالية يعني هدفها الأساسي هو الانتقال هو الانتقال من الانتقال بالدولة إلى المرحلة الاستقرار ومرحلة الديمقراطية ومؤسسات الدولة التي نتكلم عنها لابد أن يكون لها دورا هاما في تحقيق وتطبيق آليات العدالة الانتقالية في تطبيق وتحقيق آليات العدالة الانتقالية ووضحها على أرض الواقع وعلى أرض الواقع وهذا هو السبب في أننا نضالب بأن يتم بالدرجة الأولى تنقية مؤسسات الدولة وما يسمى بفحص المؤسسات وما يسمى أيضا بفحص الموظفين الذين كانوا يعملون في ظل النظام السابق خاصة أولئك الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ القانون وإنفاذ القانون سواء كانوا من المدنيين أو كانوا من العسكريين أو من الشرطة أو العسكر أو كما قلت من جهاز القضاء هذا أمر طبعا في منتهى الأهمية لابد من إصلاح كل هذا الخلل لابد من تنقية التشريعات والنظم الإدارية التي كانت سائدة في العهد السابق وذلك حتى تتسنى الفرصة لتحقيق أفضل لمعايير العدالة الانتقالية وآليتها سيد شباني وصلنا معك للنهاية ولكن في أقل من دقيقة هل تضمن العدالة الانتقالية عدم الرجوع للانتهاكات عفوا والتعديات السابقة التي حدثت في أي عهد سابق ما قبل ثورة يعني من أهداف العدالة الانتقالية هو عدم تكرار وقوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلا يعني ضمان عدم تكرار ذلك يعني من الأهداف الأساسية للعدالة الانتقالية هو ضمان عدم وقوع وعدم تكرار وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل هذا الأمر يتحقق يتحقق كما قلت بالاتباع السليم لآليات العدالة الانتقالية لابد من قيام مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية ولابد أيضا من مساعدة المجتمع الدولي في هذا المجال وأيضا قيام منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وباحترام حقوق الإنسان ولابد من إشاعة الثقافة ثقافة حقوق الإنسان وإشاعة الثقافة الديمقراطية عموما إذا ما تمت إحاطة العملية إذا ما تمت إحارة المرحلة الانتقالية بكل هذه الضمانات فإنني أعتقد بأننا سنصل إلى الهدف المنشود وهو تحقيق الدولة الديمقراطية على أنقاض الدولة العميقة التي كانت سائدة في العهد السابق أشكرك شكرا جزيلا الخبير القانونية دكتور الصديق الشيباني ريقويري كنت معي ضيفا من استوديواتنا بطرابلوس كما أشكر فريق العمل ختاما دمتم في رعاية الله وحظها السلام عليكم شكرا للمشاهدة الانقاونية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا